أكد وزير خارجية سمح شكري أنه ناقش مع نظره السعودي فيصل ابن فرحان عدد من الموضوعات والقضايا وعلى رأسها القضيئة الفلسطينية والأوضاع في غزة وفي مؤتمر صحفي بالقاهرة جدد شكري المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلاة لقد نقاشنا اليوم عددا من الموضوعات ذات الأولوية الملحة على رأسها مستجدات الوضع في خطاع غزة والقضية الفلسطينية كما سبق لنا التأكيد مرارا سواء منفردين أو من خلال الجامعة العربية والقمة العربية الإسلامية الأخيرة فإننا نكرر المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة وندعو المجتمع الدولي بكافة أطرافه لتحلي بقدر من المسؤولية والإرادة في اطلاع تجاه تحقيق هذا الهدف والمتعامل مع الأوضاع الإنسانية الفادحة ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي ومحاولات التهجير القصري لسكان قطاع غزة أو أن تظهر إرادة دولية سريعة وحاسمة لدفع الجميع إلى وقف العنف والحرب وسمح بإدخال كافة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 27-20 بما في ذلك السماح للمنصقة الأممية بنشر المعدات والأفراد اللازمين داخل قطاع غزة لإنشاء آلية لتسهيل دخول المساعدات وأن يتبع ذلك إعلاء أصوات العقل والحكمة والسلام الجاد والحقيقي الذي يقود إلى حل الدولتين ويدعو المنطقة حينها على مصار السلام والتعاون الحقيقي لما فيه مصلحة شعوبها